لا نقول إلا ما قاله لنا رسول الله في بيعة الغدير وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين عن عليين اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وبالمناسبة هذه الكلمات اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله موجودة في كتب الشيعة والسنة وكثيرون من علماء السنة لا ينكرونها الصورة واضحة وواضحة جدا بعد أن أثرت أسئلتي وفي الحقيقة الموضوع يمكنني أن أقول عنه من أنه اكتمل بإثارة الأسئلة لكنني وعدتكم أن أتحدث عن المفردات التي وردت في تفاصيل هذه الرزية سأقف عند مفرداتها سأقف عند هذه المفردة عند مفردة منع نبينا أن يكتب كتابا للأمة يكون عاصما لها منع النبي أن يكتب الكتاب الذي يكون سببا عاصما للأمة من ضلالها قد يقول قائل لماذا لم يكتب النبي الكتابة ولا يعبع بهؤلاء القوم الذين خالفوا القضية ليست بهذه السذاجة النبي قادر على أن يكتب الكتابة لكن الأمر ليكون نافعا وليكون مفيدا النبي فعلا كتب الكتاب واستشهد عليه مثل ما كان يريد أن يستشهد بهؤلاء استشهد على ما كتب النبي صلى الله عليه وآله استشهد بسلمان والمقداد وأبي ذار استشهد بهؤلاء الرواية موجودة في كتبنا وهذا الكتاب من جملة الوثائق التي سيخرجها صاحب الأمر النبي حين وجد الأصحاب خائنين غادرين وثق الوثيقة وتركها أمانة لا بد أن تصل إلى قائم آل محمد فهذا الكتاب سيخرجه قائم آل محمد في مجموعة الوثائق التي يخرجها للعالم كي تعرف البشرية ما الذي جرى عليها إمام زماننا عند ظهوره سيخرج وثائق الأنبياء السابقين أيضا وهذا هو الذي يصطلح عليه في ثقافة العترة الطاهرة بمواريث النبوة ودلائل الإمامة من مراد من مواريث النبوة ودلائل الإمامة؟ إنها وثائق الأنبياء السابقين ووثائق نبينا صلى الله عليه وآله إنها وثائق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إمام زماننا يخرجها ويظهرها للناس في عرض عالمي مباشر لبيان الحقيقة كي تعرف البشرية ماذا تعرف البشرية؟ كي تعرف البشرية رحمة الله كيف أن الله سبحانه وتعالى هيئ كل شيء لصلاحها لكن البشر هم الذين صنعوا بأنفسهم ما صنعوا ومع ذلك فإن الله كان حليما معهم أعطاهم المجال الواسع كي يعودوا إلى الصواب لكنهم ما فعلوا ولن يفعلوا ولذا فهناك يوم لا بد أن يأتي إنه يوم الخلاص يوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه حينها ستظهر الحقائق جلية واضحة لا أريد أن أسب كثيرا في هذه الناحية وإنما أعود إلى هذه المفردة إلى مفردة أن القوم أن الصحابة منعوا النبي أن يكتب كتاباً وأن يكونوا شهداء على هذا الكتاب لأن النبي أراد أن يثبت في هذا الكتاب أسماء الأئمة من بعده من أمير المؤمنين إلى قائم آل محمد وأن يشهد الصحابة على ذلك وبعد أن يشهد الصحابة على ذلك فإن النبي سيشهد الأمة على ذلك أيضاً فإن الكتاب سيبرزه في المسجد النبوي الجميع سيكونون شهوداً على هذا الكتاب وهذا المجلس والمقام الذي ستشهد فيه الأمة على هذا الكتاب ستنقل أخباره بأسرع ما يمكن أن تنقل إلى سائر الناس هذا هو الذي أراد أن يفعله رسول الله لكن القوم حال فيما بينه وبين تطبيق برنامجه هذا لذا فإن النبي أودع الكتاب عند أمير المؤمنين مع الوثائق الأخرى والتي وصلت إلى يد قائم آل محمد وستعرض في يوم عرض يكون مميزاً ومميزاً جداً الروايات حدثتنا عن ذلك هذا الكلام ما هو بتحليل أحاديث العترة هي التي أخبرتنا بهذه الحقائق القوم منع النبي أن يكتب كتاباً عاصماً للأمة وبطل المشهد هو عمر بن الخطاب النبي هكذا قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع والذي قاله عمر إن الرجل لا يهجر إن الرجل لا يهذي لا يهجر لا يهذي قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا إلى آخر ما جاء في واقعة رزية الخميس بطل المشهد عمر هو الذي حرك الصحابة باتجاه أن منعوا النبي الأعظم من كتابة الكتاب العاصمي لهذه الأمة أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري ما قرأت عليكم من كتاب من كتب البوذيين أو من كتب اليهود أو من كتب الشيعة الذين يمكن أن تقبلوا أحاديث البوذيين ولا تقبلوا أحاديثه إنني ما قرأت عليكم إلا من كتبكم وإنني أقرأ عليكم من صحيح البخاري فعمر بن الخطاب هو بطل المشهد بطل هذه الواقعة بحسب أحاديث البخاري بحسب أحاديث مسلم الصورة واضحة وجلية جدا أقول حينما أحس أبو بكر بالموت هذا هو الموجود في كتب القوم أقرأ عليكم من تأريخ الطبري من الجزء الثاني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة خمسمية وواحد أو تسعين لما أحس بقرب الموت أبو بكر بعد انتهاء أيام خلافته استدعى عثمان بن عفان فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد قال ثم أغمي عليه فذهب عنه ذهب عنه الوعي من هو الذي يهجر رسول الله الذي كان في كامل وعيه هذا محمد الذي لا ينطق عن الهوى أبو بكر في اللحظات الأخيرة من حياتي أغمي عليه إنني أقرأ من تاريخ الطابري فقال فقال أبو بكر لعثمان أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد قال ثم أغمي عليه فذهب عنه ذهب عنه وعيه فكتب عثمان عثمان هو الذي كتب ما كتب في هذا العهد من عند نفسه فكتب عثمان قطعا هذا تطبيق لمخطط الصحيفة لو كان الأمر شورى مثل ما قالوا وادعوا وأسسوا للخلافة على أساس الشورى إذن أين الشورى هنا أين الشورى لأنهم لو فعلوها شورى لخرجت من أيديهم لخرجت من يد أبي بكر ومن يد عمر ومن يد عثمان من يد الذين كتبوا الصحيفة فهم قد تعاقدوا وتعاهدوا على أن الخلافة تكون لهم لهذه المجموعة لو جعلوها شورى ثانية مثل ما فعلوها في سقيفة بني ساعدة فإن الأمر سيخرج من أيديهم لكنهم أحكموا الأمر بهذه الطريقة الشيطانية فكتب عثمان لأن عثمان كان عارفا بما هو موجود في الصحيفة التي اتفقوا عليها فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي يعني إن مت قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع هذا إذا كان الكلام صحيحا فلربما أن أبا بكر لم يفعل هذا بحسب ما هو موجود وهكذا يعتقدون هناك احتمال آخر هناك قول آخر ولكن بحسب ما هو موجود وبحسب الثقافة السنية التي يعتقدها السنيون لماذا أجاز عمر وأجاز السنيون لأبي بكر أن يكتب كتابا يشخص فيه الخليفة من بعده وفعلا هو لم يكتب وإنما أملأ على عثمان وما أملأ على عثمان إلا جملة وأغمية عليه وذهب عنه الوعي لماذا هذا يقدس ويحترم ويبنى عليه ولماذا رسول الله الذي كان في تمام وعيه هذا محمد الذي لا ينطخ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد هذا لماذا يا أيتها الأمة الضالة لماذا يا أيتها الأمة الضالة تقبلين بهذا لماذا ما الذي تنتفعين منه يا أيتها الأمة الضالة رجال الدين كلاب فجر عندهم مطامعهم سفلة هؤلاء هؤلاء جنود الشيطان جنود الشيطان في كل الديانات في كل الديانات رجال الدين في كل الديانات عبثوا بديانات الأنبياء عبثوا بها ولعبوا بها لعبة يا أيتها الأمة الضالة ما الذي تنتفعين منه وأنت تفعلين هذه الأفعيل هذا محمد هكذا فعلوا به وهذا أبو بكر وما قيمة أبي بكر إلى محمد هكذا فعلوا معه ألا يجب على الباحثين عن الحقيقة أن يقف عند هذه الصور عند هذه الحقائق أقرأ عليكم ماذا فعلوا برسول الله وماذا فعلوا مع أبي بكر من صحيح البخاري النبي الأعظم يقول ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أهذا محمد صلى الله عليه وآله هذا أمر معصوم وكتاب معصوم هذا هو الكتاب العاصم للأمة من الضلال قال عمر هذا بطل المشهد قال عمر إن النبي غلبه الوجع إن الرجل ليهجر يهذي محمد يهذي وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طردهم وهم لا يستحقون إلا هذا مثل ما طرد الله الشيطان لأن الشيطان أراد جهة أخرى وهؤلاء يريدون جهة أخرى بالضبط الشيطان ما أراد السجود لآدم للذي يريده الله أراد السجود إلى جهة أخرى أراد السجود إلى الله فإن الله لا يريد هذا وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد الأمر هو هو عمر والصحابة هذا عنوانهم حسبنا كتاب الله وضعوا الوجهة إلى كتاب الله كما يزعمون وهم لا يفقهون شيئا منه ستأتينا الحقائق تباعا حينما نفكك مفردات رزية الخميس ستأتينا ومن البخاري نفسه فعمر وضع الأمة بهذا الاتجاه حسبنا كتاب الله بينما النبي يريد أن يضع الأمة باتجاه علي والأئمة من بعده فمنعوا النبي من ذلك هذه الحقيقة المغيبة عنكم يا أيها السنة هذه هي الحقيقة المغيبة عنكم هذه الحقائق والوقائع بين أيديكم لا أقول لكم صدقوني أنا أثير لكم المطالب احترموا عقولكم احترموا عقولكم وفكروا في هذه الحقائق أما أبو بكر قال لعثمان أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا معاهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد أغمي عليه أغمي على أبي بكر فذهب عنه الوعي عثمان من عند نفسه كتب على أي أساس هل كان عثمان وليا لأمر المسلمين مثل ما كان أبو بكر كما يدعون له ذلك فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم الذي استخلف هو عثمان أبو بكر كان مغمن عليه ونحن لا نعلم هل مات في تلك الإغماءة أو مثل ما يقولون الذين فعلوا برسول الله ما فعلوا هل نستطيع أن نحسن الظن فيهم هل نستطيع أن نصدقه ولكن للمحاججة سنذهب مع النص كما هو فكتب فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطى ولم آلكم خيرا من ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي أن يختلف الناس في أي شيء في الخليفة من بعده لأن الأمر إذا كان شورى سيعود إلى علي سيعود إلى علي قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عن من هذا الموضع السؤال لماذا وافق عمر على كتاب أبي بكر لماذا لم يقل بأن أبا بكر غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله لماذا صار خليفة بتشريع من أبي بكر لماذا ولماذا 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 يا أيتها الأمة الغبية تقبلين بهذا لماذا يا أيتها الأمة لا تقفين عند هذه الحقائق والوقائع كي تصحح مسارك أنني أخاطب الجميع أنني أخاطب السنة والشيعة على حد سواء فالشيعة في ضلال والسنة في ضلال ودين محمد في جهة أخرى صلى الله عليه وآله يا أيها السنة ألا تنتظرون قائم آل محمد تنتظرونه بحسب ما تعتقدون يا أيها الشيعة ألا تنتظرون قائم آل محمد أخاطب الشيعة الطوسيين ألا تنتظرون قائم آل محمد بحسب ما تعتقدون لماذا لا تفكرون في أن تهيئ أمر الأمة لهذا الإمام القادم لماذا لا تفكرون بهذا عليكم إذا ما فكرتم بهذا أن تعودوا إلى هذه الحقائق أن تتدبروا فيها أن تعرفوا الموطئ الصحيح الذي تطاؤونه بأقدامكم ماذا لقي علي من هذه الأمة ماذا لقي علي من هذه الأمة نذهب إلى فاصل ووصل الأمر إلى عمر بهذه الطريقة التي تقدم ذكرها قبل قليل وحينما تعرض للقتل وباتت ساعاته قليلة في هذه الدنيا أتحدث عن عمر أقرأ عليكم من الطبر نفسه من تأريخ الطبر ومن الجزء نفسه من الجزء الثاني صفحة 750 قال لصهيب عمر قال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل وأدخل علي تلاحظون أنه ذكر علي أولا لأن علي هو الأول من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون فإنهم يذكرون علي دائما أولا ويعرفون أن علي هو الأول كما يقول المتنبي وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علي وعثمان والزبير إنه الزبير بن العوام وسعدا إنه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم لأنه كان مسافرا وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه الذي سيأباه عهليه هو هذا الذي يريده عمر في خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار للمجلس هذا أحد الأجزاء الأجزاء الستة التي حرم حسين البروجردي المرجع المعروف حرم طباعتها لأن الأجزاء هذه تجتمل على ظلامة أمير المؤمنين حرم طباعتها سأعود إلى هذه الحكاية في قادم الحلقات حينما نصل إلى حرب المراجع الطوسيين على حديث أهل البيت سأحكي لكم الحكاية مفصلة في صفحة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع نقله عن أمالي ومجالسي المفيد بسنده عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبيه السجاد عن أبيه عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه والله لقد بايع الناس أبا بكر في أيام خلافته خلافة أمير المؤمنين والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم أولى الناس بالناس هذا هو مضمون بيعة الغدير النبي الأعظم ماذا قال للمسلمين في غدير خم في الخطبة الغديرية سألهم من أولى بكم من أنفسكم فقالوا أنت يا رسول الله قال من كنت مولاه من أنني أولى به من نفسه فهذا علي مولاه اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل أمير المؤمنين يشير إلى بيعة الغدير والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا وأولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض كلكلي ثقلي مقادم بدني صدري هذا هو الكلكل وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر بالطريقة التي مرت وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا وقد علم علم أبو بكر وعلم عمر الجميع يعلمون هذا وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورة فجعلني سادس ستة كسهم الجد باعتبار أن الجدة لها السدس في الميران وقال أقتل الأقل هذا الذي قرأته عليكم هذا الذي قرأته عليكم وأبى واحد فاشدخ رأسه إذا اتفق خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه وقال وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري إن عمر بهذا ما أراد غيري هناك من علماء السنة من يحاولون أن يشككوا فيما ذكره الطبري لأجل أن يتستر على ما فعل عمر هذا الكلام الذي جاء عن أمير المؤمنين يؤكد ما ذكره الطبري بشكل واضح وهذا كلام علي واضح هذه بلاغة علي هذا أسلوب علي في الحديث وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان فعائشة في جهة ومعاوية وابن النابغة ابن تلك العاهرة القذرة إنه عمر بن العاص في جهة والخوارج في جهة أخرى ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان ثم لم أجد إلا قتالهم ويقاتلهم على التأويل على بيعة الغدير ثم لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بالله هذا شيء من كلمات علي التي يتحسس المتحسس المنصف حرارة حرارة أنفاسه فيها في هذه الكلمات حرارة أنفاس علي في كل حرف من حروف هذه الكلمات أقرأ الكلام مرة أخرى لله أنت يا علي والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم وإني لأشهد بهذا يا أمير المؤمنين هذا هو ديني والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميص هذا إن لم تكن أنت فمن هو هذا الذي سيكون أولى بالناس منك يا أمير المؤمنين فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألسقت كالكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميص هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتل الأقل وما أراد غيري فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألسقت كالكلي بالأرض ثم كان من أمر ثم لم أجد إلا قتاله أو الكفر بالله هذه كلمات أمير المؤمنين واضحة واضحة كوضوح علي جلية بينة لأنها بيان من بيان علي صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى الشراء العمرية وما ذكره الطبر في تأريخه وقم على رؤوسهم قم على رؤوسهم بالسيف فإن اجتمع خمسة وردوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف فاشدخ رأسه أن يضرب رأسه من الأعلى أو اضرب رأسه بالسيف أن يقطع رأسه هذا أمر لصهيب أن يقطع رأس عهلي ولقد ولقد فعلوها بعد ذلك فلقد شدخوا رأسه في محراب مسجد الكوفة شدخوا رأس علي بعد ذلك فعلوها فهذه هذه التي في الكوفة من تلك من هذه من الشراء العمرية الشدخة التي في الكوفة غاية الأمر أنها تأخرت زمانا بدلاً أن تكون في المدينة صارت في الكوفة فإن اجتمع خمسة وردوا رجلاً وأبا واحد هذا الواحد الذي لا يأبى الذي يرفض الباطل وهو علي وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف ولقد عرضوا عليه الخلافة هم يعرفون إنه سيرفض لكنهم عرضوا الخلافة عليه بشرط أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر فرفض الخلافة ورفضه لأنه يرى أن سيرة أبي بكر وسيرة عمر تنقض دين رسول الله نقضا كاملا تاما هذا هو الذي يعتقده أمير المؤمنين ونحن مع أمير المؤمنين نحن مع علي لا نبالي في أي مسار يسير نحن نسير معه يا عمار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابن سمية لعمار بن ياسر لأول شهيدة بين المسلمين لابن سمية الشهيدة هكذا قال له يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا في مختلف الوديان فاسلك في الواد الذي يسلك فيه علي فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمار فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمار فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف لأنه سيكون مع عثمان لصلته بعثمان فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتلوا الباقين الرغبوا عما اجتمع عليه الناس أية شورا هذه الشورا الإجرامية هذه الشورا الداعشية هنا تأسس الداعش هنا هؤلاء هؤلاء هم الذين أسس داعش والقاعدة هنا تأسس الداعش أي تشور هذه أليس هؤلاء من المبشرين بالجنة فكيف يقتلون المبشرين بالجنة أليس علي من المبشرين بالجنة أليس طلحة من المبشرين بالجنة فكيف يتسن لعمر أن يصدر الأوامر بقتل المبشرين بالجنة أية جنة هذه وأي مبشرين هؤلاء وأية شورا هذه وأي دين هذا وأية خلافة الشورا التي جاءت بأبي بكر ما هي بشورا لو كانت شورا حقيقية لنفذوها في مسجد النبي لماذا نفذوها كاللصوص في سقيفة بني ساعدة وبعد أن أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد النبي صلى الله عليه وآله ما ترك لنا شيئا إلا وبين لنا حكم النبي الذي يعبأ بطريقة تبولنا فبين لنا كيف يكون التبول ألا يعبأ بمصير الأمة ومصير دينها ألا يعبأ بالحاكم الذي يحكم هذه الأمة النبي يعبأ بطريقة تغوطنا وتبولنا فكيف لا يعبأ بطريقة حكمنا ما هو الطريق الذي تركه لنا رسول الله لقد ترك لنا العترة وأراد أن يبين لنا الدستور في ذلك الكتاب الذي لو أنه اعتمدته الأمة لما ضلت لما ضلت فأية شورى جاء منها أبو بكر ولماذا لم يأتي عمر من الشورى وكيف كتب أبو بكر كتابه عثمان هو الذي كتب وأبو بكر كان يغمى عليه من الذي يهجر رسول الله أم أبو بكر وهذه الحقائق بين أيديكم لماذا لم يعمل عمر لا بالشورى ولا بطريقة أبي بكر لأنه كان متأكدا من أن الأمة ستعود إلى عليه ولهذا فإن عثمان حينما قتل وما استطاع أن يستمر في برنامج الصحيفة المشؤومة رجعت الأمة إلى عليه لأن المسلمين جميعا كانوا يعرفون من أن النبي يريد علي من بعده وبايعوه لكنهم غدروا به فخرجت عائشة من جهة ومعاوية وابن النابغة العاهرة من جهة أخرى وبعد ذلك خوارج العراق ولو بقي أمير المؤمنين لخرج من خرج من الصحابة من أبناء عواهر الجاهلية لخرجوا عليه أيضا علي هو المشكلة وهو الحل علي هو المشكلة عند أعداء الله وهو الحل عند أولياء الله اللهم والي من والاه وعادي من عاده اشتركوا في القناة